ما زلت أطوف بك عزيزي المحقق وأخي القارئ وأخي الباحث حول الدوائر التي يجب على المحقق أن يقدمها في النهاية لإخراج مخطوطته المرحلة النهائية وقفنا بك على كتابة المقدمة وأيضا ضرورة إقامة دراسة حول الموضوع والآن لابد أن تقف على ترجمة المؤلف إن ترجمة المؤلف المخطوط ضرورة لأن الوقوف عليها يعرضنا أو يقف بنا على حقيقة هذا المؤلف وأهميته ومكانته ولك عزيزي المحقق أن تقوم بكتابة الترجمة في هذه النقاط أن تكتب كلمة عن عصر المؤلف من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية فالوقوف على هذه الدوائر يقف بنا على أهمية الكاتب ومخطوطته أيضا لابد أن تبين اسم المؤلف ونسبه وكذلك زمان ولادته ومكانها وأيضا عائلته هذه أمور تقف بنا على ما قلت وهو إبراز أهمية المؤلف ومكانته بين أقرانه كذلك لابد أن تبين لنا نشأته وطلبه للعلم لأن في إبراز نشأته وطلبه للعلم ما يعطي لمؤلفه وما يعطي لكتبه بل ما يعطي لآرائه قيمة علمية وكذلك الشيوخ عندما نقف على شيوخه ومصادره التي اعتمد عليها وكذلك شيوخه الذين تأثر بهم ندرك مدى ما لآرائه من قيمة أيضا لابد أن تقف بنا على وظائفه ومناصبه التي تقلدها لأن في ذكر المناصب إبراز لقيمة آرائه وقيمته الشخصية بين أبناء عصره وكذلك ذكر المؤلفات تقب بنا على فكره وعلى اتجاهه العلمي أيضا تبين تلاميزه لأن في ذكر التلاميز ما يبين قيمة أستاذهم وأقوار العلماء في فضله لأن في أقوار العلماء في فضله وإبراز أقوالهم فيه دلالة على ما كان يتمتع به هذا العالم من مكانة قدحا أو مدحا وهو ما يعطي أيضا طمأنينة للقارئ حول آراء المؤلف كذلك ذكر وفاته لأن في ذكر وفاته تحديد لمكانته بين أقرانه السابقين واللاحقين حتى لا ينسب كتاب إلى غير مؤلفه ولا بد أن يقوم الباحث بتوثيق المعلومات التي نقلها حول إبراز ترجمة المؤلف وأن يذكر في الهامش في أسفل الصفحة المراجع والمصادر التي عاد إليها فيذكر أقدمها ثم أقدمها وهكذا حتى يكون لما نقل ثقة الأمر الثاني الذي ينبغي على الكاتب أن يكتبه في المرحلة النهائية أهمية الكتاب إن ذكر أهمية الكتاب الذي قدمه لنا المخطوط الذي قام بتحقيقه تعطينا أهمية لهذا المخطوط وقيمة علمية وتوثيق لهذا المخطوط وذلك في النقاط التالية أن يقوم بتوثيق نسبة الكتاب للمؤلف وأيضا توثيق اسم الكتاب وضبط اسم الكتاب والمؤلف أيضا وبيان موضوع الكتاب هذه أمور مترابطة متشابكة تعطينا في النهاية قيمة للمخطوط وقيمة للمؤلف وقيمة لرأيه في موضوعه وفي بابه كذلك على المحقق أن يقدم لنا المنهج والأسلوب الذي اعتمده المؤلف في كتابة مخطوطته ليستفيد منه الباحثون المتأخرون وليتعلم منه طلاب العلم كيف يرصد للبحث منهجا وخطة وأسلوبا يسير عليه الباحث كذلك يبين قيمة هذا الكتاب بين المؤلفات التي صنفت في فنه وكذلك لابد أن يقوم بإبراز المصادر التي اعتمد عليها الكاتب المؤلف في كتابه لأن ذكر المصادر يعطي لآرائه ثقة كذلك لابد أن يبين اعتماد الناس عليه من بعده لأن في اعتماد الناس عليه من بعده دلالة على مدى ثقتهم فيه ومدى ما لآرائه من قيمة بين أقرانه وأخيرا لابد أن يقدم المحقق الشروح والاختصارات والمنظومات التي بيّنها في كتابه والتي كذلك استقاها من منهج شيخه وصاحب مخطوطته وبهذا نكون أخي الكريم المحقق أخي الباحث قد وقفنا بك على جوانب من الجوانب التي تتطلبها المرحلة النهائية وهي أهمية الكتاب المحقق فماذا عن الجوانب الأخرى؟ ذاك ما سنتعرض له في الشرائح التالية